اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة الزراعة ووزارة الرأي اجتمعت مبارح برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرأي ووزير الزراعة السيد القصير لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعي وإدخال الرأي الحديث مع التحديات المائية اللي بتوجهها مصر لمواجهة كل الاحتياجات وتشجيع المزارعين على التحول لنظام الرأي الحديث ونقشت اللجنة غرامات زراعة الأرز في الأراضي غير المصرح بيها وتم الاتفاق على تقسيط الغرامات على سنتين بدون فوائد للتخفيف على المزارعين كمان تم توقيع قرار بتنظيم زراعة الموز وفي ضوء تقنين زراعة المحاصيل اللي بتحتاج مياه كتير في زراعته موضوع المياه أزمة حقيقية لأنه يجب الاهتمام بترشيد المياه حتى لو لم تتأثر مياهني للتعامل باستهتار في الزراعة تحديدا بيكلف دول كتيرة تكلفة كبيرة على المدى الطويل ترجمة نانسي قنقر